اتنين احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو وكلمتين دول مش عشان الاداء اللي عملوا النهاردة مش الاداء الرائع اللي عملوا النهاردة في مبرات سموح انا هتكلم على نموذج للاعب مصري مش بس اللاعب اللي نادي الزمالك لاعب بدنيا في رأيي هو افضل لاعب بدنيا في مصر على المستوى الجاسة دي على المستوى التدريبات البدنية وتفاصيل كثيرة جدا افضل لاعب على المستوى البدني في مصر لاعب رائع تاني هقول لكم عشان نرجع نكمل من الاول احمد سيد زيزو بدنيا هو اللاعب الابرز في مصر على المستوى البدني محافظ على نفسه محافظ على اليقته محافظ على تدريباته عشان كده هتلاقي ساباته قليلة هتلاقي ضعفه البدني في المباراة تقريبا مش موجود يعني انت هتلاقي احمد سيد زيزو من الثانية الاولى للثانية الاخيرة بيلعب بدنيا بشكل كويس جدا دفاعيا وهجوميا هتلاعبه كجناح هتلاعبه قريب شوية من منطقة الجزايا هتلاعبه بفاصل الملعب هتلاقيه جاهز بدنيا طول الوقت مش بس كده بيصاوب على المرمى بشكل كويس كرات السبت كرات المتحركة عرضيات نموذجية حتى ضربات الرأس في مباراة الاهلي عملها بشكل كويس كل شيء لاعب شبه متكامل لاعب نموذج ليه بقى انا بقول الكلام ده كله على احمد سيد زيزو عشان بقولت ليه في الاول انه هو نموذج عشان يبقى نموذج احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في كل اللاعبين المصريين على مستوى الحفاظ على النفس على الامور البدنية نظام المعيشة الاكل والشرب والصحيان بدري وكلام اللطيف ده الكلام ده انا بقى اكدلكه هو مليار في المية مليار في المية انه مش موجود عند 99 من اللاعبي الكرة المصرية اللي بينام متأخر وكاكا تدريب متأخر فممكن هنام الساعة 3 وطبعا يعني الدكاترة والناس المتعلقة بالقطاع التوب فاهمين الكلام ده كويس الساعة 3 حتى لو هتنام الساعة 3 وتنام 8 ساعات بس برضو النم اللي متأخر ده غلط حتى لو هتنام 8 ساعات بس برضو النم ده غلط فهتلاح عندها لعيبة بتنام 3 ا4 تسهر على الموبايل تسهر على الانستجرام على فيسبوك تلعب باب جي يعني في حاجات غير الكرة بتعملها بتضيئة وقت بتلاقي لعيبة بتاكل كبدة واسجقه وتاكل أكل مش صحي خالص ومش أكل يأكلوا الرياضيين يعني أنا والله بقول لكم الكلام ده أنا متأكد منه مليار في المية فتلاقي بعد كده لما يتزور الملعب يقولك أصل ضغط المباريات ما أصل على اللاعبين آه آه طبعا اعترف نحن عندنا برضو ضغط مباريات ما بيحصلش في الكون وده اللي قاله سوارش النهاردة في المؤتمر الصحف ما بيحصلش في الكون كل 3 يام مباراة ما بيحصلش حتى في الدولة الإنجليزية واللعيبة جاهزة بدنية ما بيحصلش بس مع اللعيبة برضو مش بتحافظ على نفسها اللعيبة مش بتحافظ على نفسها مش مقدرة النعمة اللي هي فيها فتلاقي إصابات عضلية كتير تلاقي لعيبة وزنها زايد كتير كتير دي أمور لازم نحطها في الحزبان في حد يجي يقول لي أنا شوفت الناس كدب على تويتر الوقت آه يا عم بس هتفضل تقول لي أحمد زيزيزو لعيب عظيم ولعيب كبير وافضل لعب في مصر طيما قال لعيب مع المنتخب يعني ما عملش حاجة مين قال أولا كده كده المنتخب بقاله فترة الحالة العامة بتاعت المنتخب كلها سيئة أصلا يعني بس الراجل في موباليات كثيرة مع المنتخب كان له دور ودور كبير حتى لو كان بيلعب على فترات في الفترات القديلة الماضية على فترات القديلة فهنا عندنا لعيب مميز لعيب رائع بقول نموذج بعيدة عن الزمالك والأهل والأمور الجماهيرية نموذج عشان أنا أحب أشوف لعيبة كرة المصرية كلهم بنفس النموذج نموذج أوروبي في الحفاظ على النفس في الحفاظ على اللاقة البدنية شكرا تلاقي إصاباته ربنا يحفظه ويحميه ربنا يحفظه ويحميه يا رب هتلاقي دايما إصاباته قليلة هتلاقي هبوطه البدني من مباراة المباراة مش موجود تقريبا لعيب نموذج يعني تحيال أحمد سيد زيزو ويليتي بقى نموذج فعلا لكل اللاعبين المصريين